هي بتخس ومقاساتها بتقل والناس شايفينها بيقول لها بتخسي بس الميزان هو الوحيد اللي مش راضي يقول لها ان خسيتي كدبت كل العالم ده وراح تصدقت الميزان ايه اللي هيحصل؟ طبقه هتتحرق علشان كده ما ينفعش نعلي النار لازم نبقى على نار هدية عوزام احنا كده ايه بين وبين صحابي والناس الشباب اللطاب في مصر بيقول لك ايه اتقل تاخد حاجة نظيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي الاعزاء اصدقاء جروب رجيم الكيتو بسهولة مع وليد الاسيوتي ايزي كيتو دايت واصدقائي على قناتي على اليوتيوب قناة وليد الاسيوتي انا مسهلا بكم حلقة جديدة مع بعض كده بندردش كيتو وبنشجع بعض على المواصلة في احسن نظام رجيم اتعمل في التاريخ احسن نظام رجيم اتعمل في التاريخ واكتر نظام رجيم الناس بتخص عليه بسهولة ما تنساش تحط لايك للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من الناس اعمل منشان لاصحابك اللي عايزهم يعرفوا عن الكيتو وياريت كمان تعمل شير للفيديو عشان نوصل لعدد اكبر من الناس في وقت الكيتو ناس عظيمة جدا وبيوصلوا وبينشروا رسالة الكيتو بين كل الناس ولكن دايما بنحذر ودايما بننبه ان احنا لازم لما نعمل الكيتو ننفذه صح علشان ما يكونش في مشاكل هتكلم عن النقطة دي ولكن خليني في الاول اخد عنوان الحلقة بتاعتنا هخس كام كيلو لما اعمل الرجيم ده هخس كام كيلو سؤال بتسائلوا كتير جدا واللي خلاني حطيت عنوان الحلقة ده كدا النهاردة واحدة من المشتركين الجدايات معايا او هي عايزة تشتريك جديد معي في النظام المتابع شخصية فاول سؤال سألتوني هو انا لما مش معاك على النظام ده والتابعني هخس كام كيلو فابساطة شديدة جدا انا دايما بكون ردي معروف للسؤال ده بقول كل اللي جيبوا ربنا كويس هي الفكرة انت عاوز تعمل رجيم بعين كان هو اية نوع الرجيم اللي انت عايزه ومستعجل علشان تخص بشكل سريع فده مش طبيعي ده اصلا غلط عليك وعلى صحتك وعلى جسمك وعلى النتائج اللي احنا منتظرينها من الرجيم دايما لو كنت مستعجل في اي حاجة اكيد الحاجة دي مش هتطلع منك مظبوطة اي حاجة تعملها على استعجال مش هتطلع منك مظبوطة هتبوز وهتحصل فيها مشاكل تخيل نفسك بتعملي طبخة كده حلوة تخيل نفسك بتعملي طبخة حلوة كده في الفرن ولا اي حاجة زي كده واستعجلت عليها وعليت النار زيادة عن اللزوم ايه اللي هيحصل طبخة هتتحرق علشان كده ما ينفعش نعلي النار لازم نبقى على نار هادية او زي ما احنا كده ايه بين وبين صحابي والناس الشباب اللي طاب في مصر بيقولك ايه اتقل تاخد حاجة نظيفة من الاخر خليك هادي ما تستعجلش علشان تطلع نتائج كويسة من غير اي تعمل حرمان ومن غير اي مشاكل صحية الاهلا مرحبتين بيك هلا properties مساء الخير يا نوجا اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بالكل الناس الجميلة والناس اللي بقالوا لايك الناس اللي بقال انشاء الله اصحابهم والناس الجميلة جدًا اللي بقالوا ش COMMomen للايف عليشان كل الناس تيجي معنا وكل الناس تتعلم كيتو ويتعلموا تغذية صحيحة. ليه بقول لك ما تستعجلش? لان باي حد بيجي يدخل في في الرجيم مستعجل في الغالب. اي احتمال يمكن خلينا اقول خمسين في المية ان هو يفشل في الرجيم ده. او انه يصاب باجهاد او تعب او تراهلات في الجسم. ليه? اللي بيدخل مستعجل ببعايز اول ما يبدأ يبدأ بصيام طويل. يبدأ بنسبة دهون قليلة. يبدأ باكل قليل. يبدأ بمشاكل كتير في الرجيم هتبهدله الدنيا. لسه جسمك ما تعودش. لسه جسمك ما تعودش على مصدر الطاقة الجديد. لسه ما دخلتش حالة الكيتوزز. وانت عاوز تخص عشرة وعشرين كيلو في شهر. ده امر اشبه بالمستحيل. الناس اللي بيعملوا عمليات قص معدة وتحويل مصار وبالاوي سودا بيفتحوا بطنهم ويقصوا منها علشان يخصوا. ما بيبقوش منتظرين ان هم يخصوا العدد ده من الكيلوات في الفترة الزمنية الاولية دي. علشان كده لازم تدخل بهدوء من غير مشاكل. علشان ما يحصل لكش اي مضعفات. علشان ما تتعبش. علشان ما تضعفش. علشان آآ ما تفقدش جزء من الكتلة العضلية. وعشان ما تضعفش نفسيا. لما تبقى داخل كده. وانا عايز اخص عشرين كيلو في شهر. ولاقي نفسي خسيت ثلاثة اربعة كيلو فهتضعف نفسيا. هتصاب بالاحباط. لا. خليك واحدة واحدة. اه او زي ما برضو بنقول خلينا من النهار بشكل يوم الامثال الشعبية. عندنا برضو بيقول لك على هادي يا زبادي. على هادي يا زبادي يعني واحدة واحدة. مفيش داعي للاستعجال. هاخد اول سؤال من هالا. انا لقي شهرين كيتو خسيت خمسة كيلو. عندي سباة وزن. زي انت مستعجلة. الكلام اللي انا كنت بقوله عن ناس المستعجلين. لما تخسي خمسة كيلو. انت بتخسي. انت مستعجلة. اول سباة وزن. لما يعد عليه اكتر من شهر بدون تغير في المقاسات. ولا في الميزان. بالمناسبة المقاسات والميزان. من الحظ الغريب واحدة من ضمن المشتركين اللي كانوا. انت تقريبا الحالة الوحيدة. اللي داخلت اشتركت معي في المتابعة الشخصية. وبعد كده اثبتني او ما ما تكملتش. لان اللي حصل معها كان عجيب بصراحة. اه. اعادت معي شقر واحد بس. الاسف. بعد حوالي سبوعين مثلا او ثلاثة اسابيع من بدايتنا في الرجيم معاها. وعم بعمل لها النظام بتاعها كل اسبوع. وبتابعها كل يوم. بعد حوالي سبوعين بقول لها ايه اخبار والدنيا ماشي معك. تمام. فبتقول لي اه تمام حسن جسمي خفيف. والهدوم بدأ توسع علي وكل حاجة تمام. طيب اوكي. تعالي نعمل الميزان. جت وزن. لا الميزان مش مزبوط. الميزان ثابت. طيب اوكي مفيش مشاكل يمكنتي وزنتي غلط. يمكن وزنتي وانت واكلة. يمكن عملتي اي حاجة زي كده. فخلينا نكمل اسبوعين تاني. كملنا اسبوعين تاني. ها. ايه. ايه. بتقول لي اه كويسة جدا. ومسترياحة. وكل اللي يشوفني يقول لي انت خسيتي. لا تمام طيب. يلا نشوف الميزان. راح تشوف الميزان لقيت وزنها زايد. حوالي تقريبا نصف كيلو او كيلو. اختفت تماما. هي بتخس. ومقاساتها بتقل. والناس شايفينها بيقولها بتخسي. بس الميزان هو الوحيد اللي مش راضي يقول لها انت خسيتي. كدبت كل العالم ده. وراح تسدقت الميزان. اللي حصل ايه معاها الله واعلم. لانها اختفت من ساعتها ما شوفتهاش تاني يعني. نرجع لمواضعنا لحد ما تحطوا اسألتكم لو عندكم اسألة باسأله. هخس كام كيلو لما اعمل الكيتو. الحقيقة انا ما اقدرش اقول لك هتخس كام كيلو. لان كل باع فعلا حتى جملة في ناس ييجي يقول لي انا هخس كام كيلو وما تقوليش كل جسم مختلف عن التاني. طب اقول لك ايه? ما هو فعلا كل جسم مختلف عن التاني. جسمك مختلف عن جسمي عن جسم صاحبتك عن جسم بنت خالتك عن عن اجسام ناس كتيرة. كل واحد حالته بتختلف. النشاط الحركي عندك. ماذا التزامك بالرجيم. نشاط الغدة الدراقية عندك شغلية كويس ولا لا. فيتامين دي. معدل الحرق عندك كويس ولا لا. في حاجات كتيرة جدا تخليني مستحيل اقول لك تخس كام كيلو في الشهر. لكن خلينا اقول لك احط مثلا المعدل الصحي. المعدل الصحي لفقدان الوزن في الشهر ممكن يكون من ثلاثة لستة كيلو في الشهر. يمكن حتى ستة كيلو دي كتيرة شوية. او في ناس بتخص تمانية كيلو في ناس بتخص عشرة كيلو. بس اول شهر هو دايما بيكون في خصصان كتير لان اول شهر بيكون في نسبة كبيرة من المية اللي بتكون متخزنة وبتخرج من الجسم. وبعد كده بتبدأ حرق الدهون ممكن يكون اتنين تلاتة كيلو في الشهر اربعة كيلو كويس جدا. اه بشكركم لو عندكم اي اسئلة تانية اكتبوها في منشور جديد على الجروب. هرد عليكم انا او دكتورة كيلو في عرب وقت ممكن. شكرا لكم تصبحوا لخير وضمتم بصحة وسعادة.